بسم الله والصلاة والسلام الرسول الله. ظهور نتيجة اولى وتانية سنوة. ايه تفاصيل النتيجة وايه المنشور اللي احنا شفناه. شفنا منشور بيقول ان النتيجة ظهرت وفي موقع هتدخل عليه هتظهر لك النتيجة. طبعا الكلام ده غلط لكن احنا عايزين نعرف امتى النتيجة بالزبط هتظهر بتاعت اولى وتانية سنوي. والنتيجة هتبقى الوان وتقديرات ولا هتنزل درجات. تعبوا معي الفيديو للنهاية عشان نعرف كل التفاصيل ديت واكتر. ولكن في البداية مسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو. ليس ما اشتركتش اشترك في القناة وفعل زر الجارش هنتابع معانا. كل جديد اول باول واي تعدلات هتحصل ان شاء الله هنرفعها على القناة في عصر عواج. بداية كده تعالوا نتكلم على القرار الاخير لوزير التربية والتعليم بتاع التشاعب. مبارح وزير التربية والتعليم قالك تم الغاء التشاعب. هيكون فيه عندك علمي وادبي فقط. طبعا بعد ما حصل شكاوى عديدة من اولياء الامور راجع وزير التربية والتعليم عن القرار ده وقالك لسه بيتم دراسته. يعني حد الان مفيش الغاء للتشاعب. التشاعب موجود عشان ما تبقاش الان. تاني حاجة تعالوا تكلم على الموقع اللي كانوا بيقولوا عليه بتاع النتيجة. هنجيبها منين بالزبط. كشف محسن عبدالعزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بزارة تربية والتعليم ما تردد انه اعلان نتيجة الفصل الدراسي الاولى وتانية سنوي من خلال رابط جديد خالص. لأ الكلام ده كله غلط. لكن الموقع ده غير تابع للوزارة. ما النتيجة هتظهر فينا؟ وزارة تربية والتعليم الرسمي. لو فتحت الموقع دلوقتي مش هيفتح معاك وجاري العمل على اصلاحه. موعد نتيجة اولى وتانية سنوي. ام؟ لما هتكلم دلوقتي على موعد النتيجة. نتيجة اولى وتانية سنوي. انا بتكلم على النتيجة التفصيلية. مش موضوع ناجح او راسب. اتكلم على النتيجة التفصيلية. النتيجة هتظهر بالزبط. قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ركز معايا في كل كلمة. ان النتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لأولى وتانية سنوي سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي خلال ايام بعد انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات. الكلام ده في تصريحات خاصة لجاردة الوطن. اولى سنوي هتخلصوا يوم تمانية مارس وتانية سنوي هتخلصوا يوم ثلاثة على الاكثر. ان شاء الله النتيجة هتكون زهرة وكلكم هتنجحوا. دعا دلوقتي نشوف النتيجة هتبقى درجات ولا تقييم الوان ولا تبقى ايه بالزبط. لو دخلنا على صفحة وزير التربية والتعليم هنلاقي بيقولك امتحانات سنوات النقل للترم الاول اللي هو اولى وتانية سنوي. نجاح ورسوب. بلا مجموع ما فيش مجموع او تنافس على الدرجات. طب جميل خلاص عارف ان هي كده مفهاش مجموع ولكن فيها نجاح وفيها رسوب. بناء عليها هنجح وبناء على ان انا هيتم رسوبي. طبعا بناء على الدرجات. رجع وزير التربية والتعليم ثاني وقال هذه ليست امتحانات تنافسية على الدرجات وبالتالي لا يوجد مكان للحديث عن تكافؤ الفرص. واهم جزئية اللي هتوضح لنا. قال لك الهدف الحقيقي من الامتحانات ديت اتاحة المزيد من التدريب للطلاب على الاسئلة الجديدة والتعلم من خلال الفهم. وكذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف. طب انت هتعرف نقاط القوة والضعف عندك ازاي? قال لك من خلال النتيجة التفصيلية اللي هترسل للطالب. معنى ان هي نتيجة تفصيلية يعني كده ان هي درجات. خلي بالكم ده استنتاج شخصي مني مش رسمي من وزير التربية والتعليم. زي طبعا ما انتو عارفين متعود اكلمكم بكل صراحة وشفافية. لكن وزير التربية والتعليم قال لك النتيجة هتكون تفصيلية. طب معنى كده انت الوقت كطالب تعرف منين انت قاوي في المادة دي او ان انت ضعيف في المادة ديت الا ازا كان هناك درجات. فعلى الارجح ان هي هتكون درجات. وممكن يكون في الوان نظام اللي هو الالوان لازرق او الكلام ده عشان تكون عارف تقييمك طلعت عند لازرق او نزلت شوية. لكن في النهاية ان شاء الله رب العالمين كلكم نجحين.